وكذا يعاملون كفاءات العراق الماجستير والدكتورات في وقتٍ يتفرد فيه العراق بخروج أصحاب الشهادات العليا بتظاهراتٍ مطالبة بتوفير وظائف لهم فإن مجلس النواب ومع الحديث عن إمكانية حله مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المبكرة فهو لا يألو جهداً من أجل الإسراع في إقرار قوانين تخدم مصالح أعضائه رغم وجود مئاتٍ غيرها تخص شؤون البلاد ما زالت مهملةً على الرفوف منذ أعوام حيث أقر قانون يخص معادلة الشهادات العلمية والذي فصل وفق الرغبات بعيداً عن الرصانة المهنية وفقاً لمختصين أكاديميون أكدوا أن المادة الثانية عشر من القانون تسمح لأعضاء مجلس النواب والوزراء ونظرائهم بالدراسة أثناء التكليف بالخدمة كما أجاز القانون إعادة النظر بالشهادات التي رفضت معادلتها سابقاً لمدة سنة واحدة فقط فضلاً عن إضافة بند يتيح تقليص مدة الإقامة للحصول على الشهادة سواء أكانت منفصلة أو متصلة في حين كان القانون السابق يشترط مدداً أطول للإقامة ويشترط أن تكون فترتها متصلة لضمان مواصلة ومتابعة الطالب للدراسة لضمان الرصانة العلمية قانون اعتبره مختصون بأنه لم يأتي محض صدفة بل جاء للسماح للمسؤولين بالحصول على شهادات عليا من جامعات غير رصينة أو حتى مزورة وهو أمر مشابه لما جرى قبيل انتخابات عام 2018 حيث ردت المحكمة طعناً بشأن شرط التحصيل الدراسي في قانون الانتخابات أنذاك وأكدت حينها مفوضية الانتخابات أن من الصعب جداً كشف الشهادات المزورة بالنسبة لمرشح الانتخابات نظراً لكون مكاتب التزوير في البلاد أصبحت محترفة للغاية في إصدار الشهادات والوثاق وإن الوقت المتبقي على فترة الانتخابات غير كاف لكشفها وليس ببعيد ففي الأمر صلة دون أدن شك حين طالب عام 2019 النائب عن كتلة ميليشيا العصائب في البرلمان عبد الأمير الدبي بالعفو العام عن أصحاب الشهادات المزورة مبرراً ذلك كثرة أعداد المزورين في البلاد أما صحيفة خورن النرويجية فقد كشفت قبل فترة قصيرة عن فضيحة حصول وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي ووزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي على شهادات من أكاديمية دينماركية مزورة لا تمتلك حتى حرماً جامعياً ومملكة لشركة مسجلة أصلاً كمطعم بيتزا مقابل اعتراف جامعات بغداد والمستنصرية وبابل بها للعمل داخل العراق ومع إقرار البرلمان قانون معادلة الشهادات العلمية فعلى ما يبدو فإن رصاصة الرحمة قد أطلقت على أمل بإمكانية العودة في اعتراف العالم بشهادات الخرجين في العراق بعد أن أبعدت جامعاته لأعوام عدة مضت من أي تقييم يجعلها منافسة حتى لجامعات في دول نامية وضعيفة